الحمد لله الحمد لله نحمله نستعين به نستعديه نسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا ننفره اللهم اشرح صدرنا واسر امورنا وغفر ذنوبنا وكفر عن السيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم زيدنا علما وعملا واخداصا وتوفيقا يا رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرويه تميم الدار رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامها وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى انظروا هل تجدون لعبده من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال 100% 100% accept it وإذا لم يكن إذا لم يكن تفعله جيدا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جورد جورد دوحى خودته خشوع خشوع من الأن خدت من الأمر نعم خدت من الأمر خدت من ما نقول فوكسing خشوع من understanding and you are feeling the meaning of salah the meaning of standing in front of الله سبحانه وطلع احيانا يصلي العبد وإلى جنبه عبد آخر هذا ترفع صلاة وتقبل هذا لا ترفع صلاة ولا تقبل وكلهم اصلا في مكان واحد لأن قلب هذا خاشع وحاضر ومع الله وقلب هذا غافر سائم لا وإلى الله two people one of them الله سبحانه وقلب هذا صلاة and the second one next to him الله سبحانه وقلب هذا and both of them they perform صلاة together the same area maybe the same masjid maybe behind the same imam why one of them his mind his heart still busy with his life outside of masjid still busy with his work his job busy with people around him is not taking care of what he's doing with الله سبحانه وطعال نطول لصلاة زكاة as well so فرائض التطوع يأتي لي يجبر نقصها so صلاة the بلانتير لصلاة the تطوع the سنة نوافق will make up for this for صلاة الفريض زكاة زكاة also as a فريض صداقات نافل extra صداة extra charity we also make up that shortcoming on زكاة سيام same thing سيام رمضان maybe someone didn't perform that day well he looked at haram he said something haram he didn't perform سنة of صياة well ok so let him perform صياة extra صياة later on monday and Thursday ثلاث أيام بيض whatever يوم عرف and any extra صياة that صياة will make up that صياة that بلانتير صياة to accept our good deeds so these what we understand from this hadith let us perform our obligatory صلاة صياة ذكاة with as much as we can perfectly properly with khushu with 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 good intention and to have also when you give zaka give zaka with pure pure income let us do our best so at the end we are waiting for the mercy of Allah and Allah will have Allah accept our good deeds Allah will take allah to allah to allah to allah to allah 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة